المنتخب سورفاكيا تحت إدارتكم أدم أداءات رائعة في هذه النسخة كنتم ندا قويا لإنجلترا وخرجتم أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 على رغم من أن المنتخب السورفاكيا كان متقدما أصلا في النتيجة أيضا في الأدوار التمهدية كنتم أداءكم كان قوي فوز على منتخب بلجيكا كيف تصف أداء الفن لفريقكم سورفاكيا نحن بلد صغير أقول لكم ومقارنة بأن سورفاكيا بلد صغير لكن قمنا بأداء كبير لعبنا لعب الكبار وأنا بذلت قصار جهدي معها لتقدمي إلى الأمام ونجحنا بالفعل أن نأخذ خطوة قوية وأن نلعب مباراة قوية أمام إنجلترا ولكن أمام من أمام إنجلترا التي تحظى بلعبين من أقوى لعب العالم أعتقد أنه في النهاية أننا نجحنا بشكل قوي وشكل حاسم أن نقدم شيئا لهذا البلد الصغير لكن ينقصنا إمكانيات كثيرة ينقصنا دفعات ينقصنا بعض التخطيطات التي يجب أن تحسم بقوة وأنا أقول وأعد أن القادمة سيكون أفضل وأن المفاجآت ستأتي من المنتخبات المجهولة كما رأينا أن كبار أيضا المنتخبات في هذا العام لم يقوموا بالشكل الممتد الذي توقعناه منهم